السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله احباب الكرام اول سؤال تردد علينا هذه الايام كان يتعلق باستخدام معجون الاسنان الفرشات ومعجون الاسنان في رمضان بزاف ديالناس كيشتغلوا بنهار يعني كيحتكوا بالناس تكونوا لقاءات كذلك حتى على مستوى يعني البيت كتكون مثلا يعني الزوجة قريبة من الزوج او الابناء كذلك قريبين من الاباء وكتكون واحدة رائحة ما يسمى بالخلوف الرائحة اللي كتكون يعني في الفم وكتكون رائحة يعني قوية جدا جدا ربما لا يتحملها الكثير من الناس خصوص الناس اللي عندهم يعني المشكلة في المعدة او المشكلة يعني ديال يعني التسوس الاسنان فكتكون واحدة رائحة قوية جدا في نهار رمضان وبزاف ديالناس كي قلوب اللي هذا الرائحة رجى فيها الحديث باللي خلوف الصائم هو اطيب وعند الله من رائحة المسك نعم ورد هذا الحديث وصحى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نفس الوقت السواك يعني كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والمراد بالسواك أنه يعني يطهر الفم النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة لرب إذن فهل يمكننا أن طبعا السواك غالبا لما كانت لقوا كلمة سواك كان يمشي الذهن إلى ما يسمى بعود الأرك وبزافة الناس ما عندهم شاديك التقافة ديال لأنهم يستخدموا عود الأرك فيعني وش ممكن وش ممكن حقيقة أنه يكون استخدام ديال فرشات ومعجول أسنان في نهار رمضان بدل السواك بمعنى من أجل تطهير الفم أو أن هذا الأمر يعني مكروه هو الأفضل أن تبقى هذه الرائحة باعتبار أن الخلوف اللي هو الرائحة ديت الفم أثناء الصيام باعتبار أن هذا الخلوف هو مستحب عند الله تعالى وهو أطيب عند الله من رائحة المسك فطبعا هذا الإشكال سوف نحاول أن نجيب عنه إن شاء الله تعالى أولا نعم ورد الحديث عن الخلوف خلوف الصائم هذه الرائحة التي تكون في الفم وهذه الرائحة نعم هي أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك مزيئا وفي نفس الوقت ورد الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يستاك في نهار رمضان بعض الفقهاء يرون السواك في صبيحة في صبيحة يوم رمضان ولا يرونه في نصف الآخر من نهار رمضان لماذا؟ قياسا على هذا الحديث ديال السواك بمعنى أنهم أبغاوا هذا الرائحة يعني مطلوبة عند بعض الفقهاء مطلوبة هذا الرائحة أنها تكون يعني يجدها الإنسان في فمه وجمهور الفقهاء من فقهائنا المالكية وغيرهم على أن السواك مستحب سواء في النصف الأول من نهار رمضان أو حتى في النصف الثاني من نهار رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه كان يستاك النهار كله يستاك ما شاء الله تعالى في سائر النهار فنكن فموحد لمسألة مستمعين الكرام أن السواك أو تنظيف الفم من الروائح الكريهة هذا الأمر مطلوب حتى في نهار رمضان إذن فالفكرة اللي كان عندنا بزف ديالناس أن هذا الرائحة هي مطلوبة بقى وأنه يمكن أن نتحمل بعضنا في هذا الرائح تنقل بالتي راسدنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظف ويطهر فمه في نهار رمضان لأنه طبعا هو كيتلقى مع الناس وكذلك احتمع الزوجة وكان أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كيدخل البيت أنه كان ينظف الفم دياله بالسواك يعني كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فوش ممكن الآن أننا نستخدمه معجول أسنان وفرشات الأسنان يعني سواء في صباح يعني الإنسان لما يستيقظ مع الثانية ونص أو مع الثانية ونص إلى آخر يبغي يمشي يعني هو صائم وش ممكن يستخدم فرشة الأسنان وكذلك يستخدم المعجول ديال الأسنان وش ممكن كذلك يستخدمه واحتمع شوش ديالنهار واحتمع ربعات ديالعشية واش ممكن وهو صائم اقول اولا لما كنقول السواك في الشرع في عرف الشرع السواك كل ما ينظف الفم لان السواك في اللغة في اصله يعني في اشتقاق اللغوي ساك بمعنى الدلك فكل وسيلة يتم بها الدلك الاسنان راه كي تسمى سواك واضح مزيان كل وسيلة يتم بها الدلك الاسنان تسمى سواكا سواء كان عود الارك سواء كان عود زيتون سواء كان غصن هذا السعف ديال النخلة سواء كان حتى فرشات الاسنان واضح علاش لان كما قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وغيرهم الفقهاء لما تناولوا كلمة سواك قالوا السواك يطلق على كل ما يتم به الدلك الاسنان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك بالارك واستاك صلى الله عليه وسلم بغصن بعود زيتون وثبت أنه استاك كذلك بغصن النخلة كذلك يعني هذا السعف ديال الجريدة وهو آخر سواكه صلى الله عليه وسلم تخبروا عائشة رضي الله عنه الحديث ديال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان متكي على حجر ديال عائشة رضي الله عنه رأسه على صدر عائشة رضي الله عنه ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر هذا أخوها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لشدة يعني سكرات الموت كان ينظر إلى عبد الرحمن وهذه المرأة الذكية انتبهت إلى ما ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبهت إلى أنه ينظر إلى السواك الذي كان يحمله عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا السواك قالت عائشة رضي الله عنه بل هو سعف جريدة جريدة النخل فأخذته وقضمته وطيبته بريقها رضي الله عنها وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستاك به صلى الله عليه وسلم ثم فشلت يده وما تصل الله عليه وسلم وكان آخر الأمر أن جمع الله بين ريقه وريقها كما تقول عائشة رضي الله عنه إذن أحباب الكرام راه لما كنت تكلم عن السواك راه لما كنت تكلمش على عود الأهرك راه كنت تكلم على كل ما يتم به تنظيف الأسنان بما في ذلك فرشاة الأسنان واضح إذن فرشاة الأسنان حتى هي من الأمور التي تسمى سواك حتى يركت تسمى سواك فما يبقى شي من إنصرف لنا الذهن دي لنوقت ما سمعنا سواك إلى ذلك العود الذي يسمى عود الأراك أو غيره من هذه الأعوال فيمكننا بل يستحب استخدام فرشاة الأسنان وكذلك معجول الأسنان وأي مطهر أو غسول يستخدم في الفم من أجل إبعاد هذه الروائح الكريهة القوية الشديدة التي لا تتحمل استخدام روائح طيبة في الفم بشرط طبعاً أن لا يصل ذلك الريق الذي فيه يعني هذا المعجول دي للا الأسنان والذي فيه الغسول بشرط أن لا يصل إلا الحلق الإنسان رأك يغصد الفمه بهذه الشتاء وكذلك يعني كيستخدم حتى هذه المعجول دي للا أسنان أو كيستخدم واحد الغسول كيجروا في الفم كيينضف وكيعطي كذلك واحدة رائحة طيبة بشرط أنه ينتبه أنه ما يوصلش هذا الغسول أو ما يوصلش هذا المعجون جل الأسنان الحلق حتى يكون هو شل الفم دياله مزيان إذن فأحبابي الكرام نعم ربما هذه هي واحدة المسألة التي نفتقدها في مجتمعنا بسبب بعض المعلومات التي هي غالطة رتبط سواك في عرف الناس وفي إذهان الناس في عرض الآراك والصواب أن حتى هذا المعجون جل الأسنان وهذه الفرشات حتى هي تسمى سواك ماشي كان قيسوا ماشي كان ديروا قياس ماشي هذا دليل قياس ديال معجون الأسنان أو فرشات الأسنان على عرض الآراك أو على السواك لا بل هذه هي حقيقة يعني السواك يعني معجون الأسنان أو فرشات الأسنان هي حقيقة في السواك حقيقة نعم يعني لما كنا نستخدمه المعجون ديال الأسنان والفرشات ديال الأسنان فاحنا را كنا نستخدمه السواك والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله